بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف مع السكرتيرا الدائمة لوزارة التربية والتعليم بدولة زامبيا أوجه التعاون والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي وأكد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر أسبوع التعليم الرقمي 20-24 والمنعقد بفرنسا على عمق العلاقات التاريخية مع دول القارة الإفريقية وخاصة دولة زامبيا وأكد وزير التربية والتعليم حرصت دولة على تعزيز بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم مع مختلف دول القارة كما رحب بالتعاون مع دولة زامبيا في مجال نقل الخبرات المصرية في مجال التعليم قبل الجامعي